أبرز الحاجات اللي اللي قالها أقول لكم الكلام الأول اللي عجبني والكلام اللي عندي concern عليه أو عندي تعليق عليه كلام اللي عجبني قوي إن أنا هبدأ مما انتهى إليه كيروش وإن أنا هاخد الإيجابيات والسلبيات اللي حصلت مع كيروش وهشتغل عليها وهو ده الكلام الصح المدرب الزكي اللي لازم يشوف المرحلة السابقة اللي حصل المدرب اللي اشتغل السلبيات الإيجابيات اللي واجهه إيه أهم الإنجازات اللي عملها عشان مخسرهاش مش عيب على فكرة أن أنا أبدأ على إنجازات غيري مش عيب إن أنا أبدأ على إنجازات غيري وأشتغل عليها دي نقطة مهمة جدا الكابتن إيهاب جلال اتكلم فيها موضوع كيروش وموضوع إن هو اتكلم في حتة إن طبيعي إنه يبقى فيه ناس مش معا إن أنا بقى المدير الفني ولازم أتقبل كل الأمور ولازم إن أنا أتقبل كل الأراء لأن أنا دلوقتي بقيت مدير فني المنطقة بمصر أنا مدير فني المصر كلها طبيعي وهو دا إيهاب جلال اللي أنا أعرفه اللي بقولكو عليه كنت بقولكو عليه كنت من زمان إن إيهاب جلالتو العمر بيسمعش عادي الناس بتنتقد إيه مشكلة دي شغلانة طالما النهاردة إن أنا قبلت إن أنا أشتغل الشغلانة دي لازم أعرف إن مش كل الناس بتحبني ومش كل الناس في الكرة هتبقى قراءة ورايا فلازم أقفل وداني واحترم كل الناس وأشتغل وأشتغل فعجبني الكلام دا جدا بتاع الكابتن إيهاب وعجبني الدعم إنه بيقول إن أنا منتظر دلوقتي الدعم وهو دا طبعا نفس الكلام اللي كنا بنقول عليه أجيلكو في شوية كلام بقى اللي مش عجبني أول حاجة أو مصيحة أقولها الكابتن إيهاب وهو أخ أكبر يعني اوعى اوعى تختار في أول معسكر لك أربعين لعيب لأن دا هيخليك إن انت مش عارف تركز بشكل كويس مع اللعيبة اللي انت عايز تشتغل معها كل المدربين الكبار في الدنيا بتشتغل معه خمسة وعشرين ستة وعشرين لعيب بالكتير وجود أربعين لعيب في المعسكر مش هيخليك تعرف تركز مع أي حد أنا بكلمك كمدرب ومن ناحية الفنية فيش مدرب هيعرف يعمل حسة تدريبية لاربعين لعيب وإلا بقى هتقسم اللعيبة وتقسمهم جميع وده هيدخلك في مشاكل وإنت عارف اللعيبة المصريين يقعد يقولك طب شمعني أنا طب أنا طب قال لي طب إيه طب كذا طبعا أنا متفاهم إن الكابتن إهاب عايز يبقى فيه أكبر عدد ممكن من اللعيبة يبتدوا إن هم يفهموا طريقته أسلوبه وكل الكلام ده كله ولكن البدء بفكرة إن أنا يبقى معي أربعين لعيب في المعسكر هي مهمة انتحارية كلام مش متزعلش ومتزعلوش مني كلام مش صح في الكرة عمر ما فيه منتخب في الدنيا بيروح معسكر أربعين لعيب حتى لو لمباراوة دية ده نصيحة عشان تشتغل لازم تبقى مركز كويس قوي على اللعيبة اللي انت هتشتغل معاها بتعندك ماتشاط عايزين نشوف الفكتشيرز بتاعتنا أو بعد إذنكو التواريخ بتاعت الماتشاط بتاعتنا وأول المعسكر والكلام والماتشاط اللي جاء عندنا في التصفيات طبعا في شهر يونيو لكاس الأمم الأفريقية لازم يبقى فيه تركيز كبير جدا إن نبدأ المشوار ده بشكل كويس عشان أبدأ المشوار ده بنتائج الجباية وأبدأ بشكل كويس مفيش حاجة أسماء أنه يبقى أربعين لعيب معايا في المعسكر مفيش حاجة دي طبعا المباريات بتاعتنا الخادمة لمنتخبنا الوطني طبعا هنواجه يوم الخميس اتنين يونيو ستة ساعة مساء في ملعب ملعب المباراة طبعا لم يحدد بعد هنواجه غنيا على ملعبنا ثم بعد كده هنسافر لإثيوبيا بعد أربعة أيام نلعب أمام أثيوبيا في أثيوبيا ثم بعد كده ماتشات سبتمبر لكن خلينا نرجع للماتشين دول لو حد بيقول لكم أن الماتشات دي ماتشات سهلة أنا بقول لكم الماتشات دي صعبة جدا جدا غنيا فرقة محترمة فرقة محترمة جدا وأثيوبيا فرقة على ملعبها صعبة جدا يعني لو لعبت في أثيوبيا هتبقى عندك مشكلة كبيرة وهي فرقة كويسة فانت بتتكلم في ماتشين صعبين ما ينفعش أن أنا خش الماتشين دول بمعسكر حتى لو أنا المعسكر ده أخشه بدري أسبوع باربعين لعيب ده كلام مستحيل في الكرة وأتمنى أن الكابتن إياب جلال حتى لو هو هتصرع وأعلن الكلام ده في المؤتمر الصحفي بتاع النهاردة بتاع مؤتمر تقديمه أنه هو مش عيب أنه نرجع في الكلام ده لنصدقوني وفتكروا الكلام وقلوا ميدو قال أن موضوع عربعين لعيب ده دي مشكلة كبيرة لأي يوم درب اشتركوا في القناة